اقولوا ان احنا في عام الفاصوليا عام الفاصوليا بالمعنى اللي يؤكد انه الوحيد 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 الذي نجى في هذا العام عام كورونا هي الفاصوليا الوحيدة اللي نجى شاكده عام الفاصوليا الفاصوليا النبات ده هو الناجي الوحيد في عالم الزراعة وفي غيره يعني تعارفين يقولك انت بتنجان وقت زراعة البتنجان بيحصل توترات نفسية عند كثير من البشر فارتبط في مصر طول الوقت انه لما يبان بقى حركات جنان منك وامور غير طبيعية واكتئاب نفسي او توتر شديد او ظهور اعراض هوس اكتئابي او فصامية ويقولك ده فلان ده بتنجان بتنجان ده مرتبط في الريف المصري مع مع حصول البتنجان الناس بيحصل لها كده لا علاقة بقى جو جورافيا المفروض انه اسات زيتنا في الطب والعلم النفس والزراعة كمان يشرحوننا ايه اللي بيربط ده لانه كمان من الشيء المدهش في الفلاح المصري يعني يا اخي الشهور الابطية في مصر وحنا في طوبة بالمناسبة باليوم باليوم يعني يقولك انه العشر تيام دول هيبقى فيهم هوى وعواصف بعشر فيهم وعواصف جاي تراب جاي تراب دي هينمو النبات ايه بينمو نبات ايه حاجة لا يوجد دقة في الوجود الانساني تصل الى واحد في المية من دقة الشهور القبطية بقى بقونا وامشير وطوبة وغير وكل ده في الزراعة اشاك يقولك اهمية الزراعة في مصر مش بس انها دي دي يعني قصة حضارة مجد مصري خاص الزراعة دي حصل ايه للزراعة خصوصا الزراعة وقطاع الزراعة في مصر اكبر عمالة في البلد اكبر عدد عاملين فيك يا مصر في الزراعة فاللحينك فاللي بنتكلم على يعني 45% او اكتر من العمالة غير الرسمية وبنتكلم على حجم هائل ايضا نسب العامل الزراعة تاني يعني هو رقم واحد العاملين في الزراعة ورقم اتنين العاملين في تعليم معينه تعليم 2 مليون بس الزراعة ملقة زراعة في 22 مليون الملكلم من هعددة على 22 مليون فلاح او عامل في الزراعة خصوصا ان انا queria اضاف لكم فوق ده ايه واحنا كلنا فلاحين وعارفين اهالينا الموظفين في الريف موظفين وممكن يبقى مدرس ممكن يبقى معندس ممكن يبقى موظف في المجلس المحلي في المجلس القرى وشاهد ايه يخلص الساعة 12 واحدة الشغل وينزل الغيط فكل الناس فلاحين بما فيهم البهوات الأفندية فإزراء شيء في غاية الأهمية بالنسبة لها حصلوا إيه في كورونا بقى بس عشان تعرف مشكلة الفلاحة المصر رقم واحد مشكلة إنه نطلع من إيده من عرق جبينه لا يمكن يوصل للرقم والفلوس اللي أنت بتدفعها للمحصول كيلو الطماطم ولا كيلو البتنجان ولا كيلو البطاطس يبيعوا الفلاحة المصري يزيد أضعاف أضعاف يوم ما يجيلك إنت إزاي الوسطاء دول يعني على سبيل المثال الفول المزارع بيبيعوا بكام من 13 ل 17 جنيه إنت بتشتريب كام للكيلو ما بين 31 جنيه ل 79 جنيه من 15 جنيه ل 17 جنيه والمستورد من 8 ل 9 لكن شوف بقى الفرق ما بين ما يصل للمزارع إلى ما يصل إلى ما يبيعوا المشتري نفسه طبعا هنا بنتكلم على إيه اللي حصل غير الفول الفصولية بس الفصولية ب 16 ل 18 جنيه أنت بتروح يعني فلاحة بيبيعها ب 16 جنيه توصلك أنت بتسعة وعشرين مين اللي كسب التسعة جنيه الفرق دولة الوسطاء والوكلاء هارجع يا جماعة للخسارات دلوقتي بعد شوية البطاطس نفس الحكاية البطاطس بيبيعك كيلو إما بجنيه و 30 قرش أو ب 2 جنيه أنت بتشتريها حضرتك ب 8 جنيه و 77 قرش الطماطم ب 2 جنيه أو ب 3 جنيه حضرتك بتشتريها ب 8 جنيه أو أكثر طبعا الطماطم مجنونة والأسهار دي راح أنا أزلة لكن الفروق هي اللي بتبقى واضحة قوي الفروق الهائلة ما بين يعني لو الفلاح بعمل أرضه يعني أنت لو روحت اشتريت اشتريت من الفلاح على أرضه وشان كده الفلاح اللي بيلم الحكرة دي وقم طالع على الطريق الزراعي حطت البضاعة بتاعته ويبيعها ده بالنسبة لك أرخص وبالنسبة له أفضل وأكثر ربحا تعالوا بقى نشوف ده كله في المستويات الفرق ما بين سعر المزارع وسعر المشتري تعالوا شو بقى إيه اللي حصل في كورونا ميه اللي حصل بعد كورونا بقى الأمح والرز مثلا عندنا الأمح والرز يا جماعة الأمح والرز ارتفعت الأسعار عالميا 9% للأمح و51% الأرز السبب إيه السبب أنه أوكرانيا وروسيا ما بايش يصدروا الأمح والفلبين ما بايش يصدروا الأرز ليه علشان محتاجينها لأنهم مش عارفين ظروفهم إيه واللي جاي إيه فبيحصل إن الدول دي اللي بتصدر اللي هو رز أو الأمح بتوقف التصدير فيرتفع السعر في العالم 9% للأمح 51% للرز طيب إحنا استفدنا حاجة ما إحنا وصلنا إيه الحكاية دي هل وصلنا للفلاح بقى كسب من الحكاية دي ولا خسر تعالوا نشوف في الدرة الدرة ارتفعت الأسعار تعالوا نشوف الدرة العالمية 35% طبعا لأنه فيه جفاف ضرب كبار المنتجين صحيح وبعدين كمان اضطراب الإنتاج كل ده ده نوع الدرة الدرة ده جمعا درة الحبوب ده ارتفاع الأسعار إنما فيه درة تاني بقى سلاك بقى تعالوا شوفوه حصل له ايه تراجع السعر إلى 180 جنيه بدل من 400 ماشي ليه عشان الماشية اللي بتاكل ده الموضوع تدنى جدا وتراجع الطلب في مزارع الماشية فانتهى القمر المواشي انتهى القمر بإنه الأسعار قال لك كل ده برضو معناها ايه معناها انه ضرر مباشر وهائل للفلاح المصري للفلاح اللي بيبيع بقى الحاجات دي في إذا بالأسعار بترخص الأسعار بتقل الأسعار بتنخفض تعالوا نشوف البطاطس حصل ليه للبطاطس البطاطس اللي طن التقاوي بتاعها ب1500 جنيه تكلفتها على المزارع 5000 ايه ده شوف درجة الخسارة الفادحة وده بكلمة على البطاطس يتعرف لما بتروح تشتري من عنده الخضري تعرف ان وراء كل ده يعني معاناة وخسارة هائلة للفلاح المصري طبعا المصدر لكل الأرقام دي يا جماعة المركز المصري للدراسات الاقتصادية واللي معتمد على أرقام التعبئة والإحصاء ومعتمد على دراسة عاملها معينة واسعة من الفلاحين المصريين علشان يعرف تأثير كورونا عليهم تعالوا نشوف ما بعد البطاطس الفصولية الناج الوحيد بقى الناج الوحيد عود الارتفاع لعشرين ألف جنيه وفضلت بيتم تصدرها وعشان كده ارتفع الاقبال عليها او زاد الاقبال عليها في الدول العربية فتثبت الفصولية هي مكسب الوحيد يا مخت اللي بيزنع الفصولية على علم مخسرش مش مضرورة كسب كبير كتير يعني أما الفاكهة فعنا عندنا مشكلة فاكهة العالم كله بيتكلم عن الفاكهة المصرية وازاي الموالح المصرية وازاي الأسعار البرتقال او البرتقال المصري عليه اقبال شديد الموالح خصوصا مع كورونا بقى وفي الوانزة والبرد والحاجات دي نفتكر دايما يا جماعة انه عندنا في بلدنا في قويسنا كان حاجة يسمى مصنع البرتقال معارفك ويمكنك برده طول الوقت مصنع برتقال يعني مصنع برتقال برتقال ده بتزرع ازاي هو كان مصنع برتقال مصنع تغلف وتأود هو ده بالزبط ايه احتمال ده بتاع قويس ما عارفش لسه موجود ولا لا وكنا بنفرح او بالكاراتين دي بقى اللي جايباني ارايبنا اللي بشتغله في المصنع لا ده الفصولية دي على اعتبار انه جلنا بقى من مصنع البرتقال يعني عشان دي للتصدير فهو ده اللي بقول لكم جزء كبير منه العمالة غير رسمية المهم ايه اللي حصل للبرتقال بينما احنا كلنا توقعنا انه الفاكهة عموما طبعا البرتقال زاد على اسبانيا وده التفوق اللي حصل لنا يعني لكن ايه اللي حصل للفاكهة عموما بينما تصورنا انه هيزيد بقى تصديرنا للفاكهة قال ليه قال لي ليه قال بشكل غريب ومدهش قال لي من مية خمسة وثلاثين مليون دولار الى تمانية وتسعين مليون دولار ليه يا جماعة قال لي قال لي ده قال لي ده طبعا علشان عندك بقى مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن الجوي ما بقاش فيه طيران فبقى الاسعار اعلى عجز فيه الشاحنات والحويات التلاجات اللي على الطريق مشاكل في الطريق البري بين الدول العربية وبعضها فبقى فيه مشكلة في التصدير ومشكلة في الوصول للدول اللي المفروض محتاجة الفاكة فحصل انخفاض الكبير ده سواء على الفاكة عموما على العنب تحديدا مساء والعنب ده حاجة مهمة او العنب المصري تعالوا نشوف الفول بقى حصل ايه الفلاح برضو اللي بيسلع فول خسائر كبيرة جدا للتجار والوسطاء انخفض سائر الاردب الى الفين جنيه بدل الفين وتمنمية سائر الفول البلدي تراوح من خمساشة إلى سبعتاشر جنيه والمستورد من ثمانية لتسعة جنيه اذا انت قدام الفول المفروض طبعا ده يرخصه يرخص سندويتش الفول عندك وانت بتشتريه الصبح او وانت بتاكل على عربية الفول مارخصي دي قصة تانية بقى يعني دي بسألة عايز انتقل الى العمالة بقى الفلاحين نفسهم حصل فيهم مين احنا عندنا اتنين وعشرين مليون بيشتغلوا في في الغيط في غطان مصر انخفض النسبة مع كرونا الى واحد وعشرين مليون ومئة الف بس قال له احنا عندين نقول الاسعار انخفضت التكاليف زادت الخسائر تضاعفت المحاصيل احنا قصاد انا اعسف انخفض واحد وعشرين في المية مش اتنين واحد من العاشر مش واحد وعشرين في المية ومئة الف احنا قصاد بقى المشهد هنا نعرف ايه اللي حصل من يعني واحد وعشرين في المية الى واحد في المية الى ما فيش انخفض محدود جدا خلينا اضبط الرقم مرة اخر انخفض طفيف جدا في القوة العاملة فيما يخص الزراع ازاي من واحد وعشرين وواحد في المية الى واحد وعشرين في المية طيب كويس ممتاز ومع ذلك انخفضت الاجور بتاعة العمالة ليه ليه بقى لانه اللي حصل انه قلله ساعات العمل الراجل الفلاح اللي كان بيشتغل في الغيط مثلا اه اتناشر ساعة ثم بيشتغل اربعة اه بشغل كل يوم بقى شغل يوم او يوم لا ليه لانه في الاخر الاسعار قالت والطاقة على الدفع للعمالة قالت فيعمل الفلاح المصري بقى هنا التكافل الاجتماعي هنا التضمن بين الفلاحين هنا بقى اللي بقولك ده بيقولك وقيم القرية المصرية هو ده قيم الريف المصري ايه اللي حصل بقى انه يا جماعة احنا معانا كل واحد كان بياخد مية جنيه في الساعة مثلا او في اليوم مية جنيه في اليوم لو في الساعة ده كان بقى ملك فاحنا عشان ما بقىش في شغل فهنقسم المية جنيه دولة بدل ما اشتغل واحد في اليوم هنشتغل اتنين وكل واحد ياخد خمسين فيبنفس ساعات العمل اللي كانت تقسمت على كذا وعلا عشان يشغل القرية كلها عشان يشغل كل الفلاحي لانه ما بقىش في شغل فالحتة اللي كان بيشتغلها واحد يشتغل فيها اتنين الحتة اللي بيشتغل فيها اتنين يشتغل فيها اربعة ويقسموا نفس الفلوس اللي كان بياخدوها في الاصل على الاربعة او على الاتنين وهكذا استطاع الفلاح المصري انه ينجي نفسه من ازمة بعد ما كان بيشتغل تلاتة واربعين ساعة في في الاسبوع بقى يشتغل تلاتين ساعة في الاسبوع طب كويس ازاي بقى ننقذ الواقع الفلاحين اللي بيتضح ور ويتضح ور الى هذا الحل ازاي ننقذه الدولة بتنقذ ازاي تنقذه هو ده السؤال بقى انت محتاج من اول ارشاد زراعي انت محتاج معونات ودعم انت محتاج تخطيط انت محتاج تشتري من الفلاح مباشرة ومحتاج تقلل الوسطاء انت محتاج حاجة كتيرة قوي لانه فلاح مصر محمد بسويلم يشكو محمد بسويلم يشكو صحيح انت ما جرمرتوش على الارض ولا بتدق الطريق بتاع العزبة المحمود بيبين ولا محمود بيش اشعاف كان يسوي في الفيلم الا انه في النهاية محمد بسويلم يأن وهو بالارقام وبالنسب بمونة